اختنا تسأل وتقول كيف يتم ذبح الاضحية في عيد الاضحى المبارك ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها ارجو منكم ان تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح ماذا نعمل ونقول قبل الذبح واثناءه وبعده اي ان يتم توزيع اللحم الى الفقراء لان طريقة الذبح عندنا هي قبل الذبح يقرأ الملة القرآن على اذن الذبيحة ويجب ان لا يأكل صاحب الاضحية من اللحم الا قطعة صغيرة هل هذه الطريقة صحيحة وهل يتم ذبح الاضحية للميت فقط ام للحي ام للاثنين وفقكم الله اما وقت الضحية هو اربعة ايام على الصحيح من اقوال العلماء يوم العيد ويوم عيد النحر وفالعاشر من دي الحجة ثم يوم الحات عشر ثم يوم الثاني عشر ثم يوم الثلاث عشر وقال بعض الوعي منها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده والصبب انها اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهي ايام التشريق وهي أيام النحر وهي أيام رمي الجمار وهي أيام ذكر لله عز وجل وأكله وشرب فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدأوا في الزبح يبدأوا في الزبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى ثم ذبح وقال من صلى صلاتنا ومن سك نسكنا فقد أصب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنه يذبحونها بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنه يذبحون ذاك الوقت يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن قد الصلاة يذبحون لأنهم لا صلاة عندهم البادية المسافرون ليس لهم صلاة وعيد وليس عليهم صلاة وعيد فيذبحون بعد ارتفاع الشمس وهكذا في ميناء حجاج ميناء يذبحون بعد ارتفاع الشمس لأنهم ليس عندهم صلاة وعيد في ميناء رمي الجمار يقوم بقام صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وضحاياهم لذلك الوقت فعد ارتفاع الشمس هذا هو المشروع وعند الدبح يسمي الله يقول بسم الله والله أكبر هذا المشروع بسم الله والله أكبر وإن قال بسم الله فقال أجزاء لكن الأفضل يقول بسم الله والله أكبر وإن زاد فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك ومرتوا واسلمين أو قال وجهت وجل وطأسهم والأرض حنيف وما أنا واشتكين هذا مستحب ولكن يكفي بسم الله والله أكبر يكفي هذا هذا هو اللي كان يفعله بسم الله والله أكبر وربما زاد من صلاتي إلى آخره والواجب بسم الله هذا الواجب وزيادة الله أكبر مستحبة بسم الله والله أكبر وما زاد على ذلك من قراتي صلاتي ووجهت وجه هذا مستحب ولسه بواجب ثم إذا ذبحت الدبيحة يأكل الإسام ما شاء ما يتقيه بقطعة صغيرة بل يأكل ما شاء يذبحت الدبيحة يأكل منها قليلا أو كثيرا هو أهل بيته ثم يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الدبيحة يأكلون منها ما تأسر ويتصدقوا ما تأسر ويطعمون ويهدون ما تأسر والأفضل أن تكون أثلاثا ثلث يأكلونه وثلث يهدونه إلى أقالبهم وأصدقائهم وثلث للفقراء وإن أكلوا الأكثر ويصدقوا بالقليل فلا بأس الأمر في هذا وأسر والحمد لله الرسول أمره ويأكلوا ويطعموا والله يقول فأكلوا منها ويطعموا البائسة الفقير فإن بغي أن يعطي الفقير ما تأسر من ذلك وإن أعطي الفقراء الثلث كان أفضل وإن صدق وإن نهداء الثلث على أقربائه وديرانه كان حسنا أيضا فإن لم يهدي ولم يصدق الأب القليل أو ما تصدق بكلية أجزاءه الضحية ستضحي مجزئة وشرعية لكن ذهب بعضها العملاء يجب عليه أن يخرج قليلا من اللحم حتى يمتز قوله تعالى فكلوا منها ويطعموا البائسة الفقير يخرج ما تأسر من اللحم ولو من غير الضحية إذا كان قد أكلها يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها فكلوا منها ويطعموا البائس فكلوا منها ويطعموا قانعه المعتر كما قاله الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكلوا وتصدقوا والدخروا فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحب من ذلك وأن يتصدق على الفقراء ما تأسر هذا هو المشروع فإن لم يتصدق ولم يهدي بل أكلها صحت وأجزعت ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة وعليه أن يسدك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء هذا هو الأحوط له فروج من خلاف من قلاء من وجوب وراهر القرآن وجوب الصلاة يعني الله قال فاكلوا منها وأطعموا والأصوف الأمر الوجوب لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية لأن الله قال فاكلوا والأكل لسه بواجب فهكذا الإطعام لسه بواجب ولكنه سنة السنة يأكل ويطعم هذا هو السنة نعم اللهم استعبوا ترجمة نانسي قنقر